موسيقى جولي جولي من طارق يحيا ماشي ضعيف دوقاتها والطارق دعسى الام جبهة جبهة حبيبيت النبو المسا وقول فادي طارق يحيا جول جول طارق يحيا وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من جمهور التالتة وضيفي وضيف حضراتكم نجم مصر اللي مشرفني ومنورني صاحب الحلقات الجامدة دايماً كابت بتنطرق ايه حاكة بتنطرق مسائل ورد والشياكة والجمال والحلوة مسائل فل والجماعة ليه كهيمة اخبارحك ايه؟ الحمد لله حبيبي ايه اللي اخبار؟ كاتب على لا نقرب بالكريم لا الامصان بس اه بس الكريم مش هيجبها تي اند ايه ماشي كلا اخبارحك ايه؟ الحمد لله حبيبي خليه اسألك على المنتخب وابتدي معك من القايمة بتاعت المنتخب هعرضها لك قايمة اللي فيها اربعين لعيب اختارهم كارلوس كيروش واحنا شغالين هنتكلم اكيد طبعاً على البطولة العربية لانه لما هنتكلم على القايمة هنخش فيها على البطولة العربية وهل شايف من وجهة نظر حضرتك انه كان فيها مفاجآت ولا لا الاسماء اللي موجودة خلت من حسين فيصل وهو الاسم اللي الراجل اكتشفه دولياً واللي عرفنا عليه كلنا واللي بسببه كان كل الناس بتتكلم خلال الفترة اللي فاتت بالاضافة كمان لاستبعاد اسم طارق حامد يعني الناس كانت تخيلها حتى على الاقل انه طارق حابقى مستبعت في البطولة العربية لكنه في بطولة الامم الافريقية حيبقى موجود الناس فوجئت انه لا موجود في ده ولا موجود في ده طيب بص هو طبعاً ما فيش شك يعني انا مش دايماً الاسماء ابراهيم ما نعلقش عليها الا اذا حدث اذا كان الحدث جلل وانا وانت بما انك انت قلت طارق حامد فهو لعيب مميز ولعيب كبير ولعيب خبرة ولعيب لا غنى عنه في نص منعب منتخب مصر اما تاخد ربين لعيب ونفش طارق احدى تهريج طبعاً تهريج تهريج الا اذا كان فيه في في حاجة في نفس عقوب طارق حامد تقول طارق يحيا والله احنا نبداها كده من الاول لا انا مقولش طارق حامد طيب لا 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 في الاعادة بقى هشوفها طيب فما ما يجي ما يخدش طارق حامد ده تهريج اه تاخد ربين لعيب يبقى فيه حاجة في نفس عقوب يعني دي دي حاجة بقى ما بعيدة عن انكورة القدم بعيدة عن معايير كورة القدم احنا ربنا كورة بعيدة عن معايير كورة القدم ولا في اسباب غير فنية ما هو عشان نبقى محددين انت بتعاقب مصر ولا بتعاقب طارق ده منتخب بلد دي بلد مش بقول ان طارق حامد يعني مثلا من غيره المنتخب لا انا مش بتكلم بس انا بتكلم في ايه قيمة طارق حامد في منتخب مصر كبيرة جدا من المفترض انه على الاقل يبقى فيه سبب واضح يطلع الناس تقوله والله سبب استبعاد صين من الناس وطارق حامد واحد اتنين تلاتة اربعة انت كمدير فني حقيك كمدير فني ترضى انه لو انت تدريتني مدير فني منتخب مصر وجيت استبعدت مسلا ابراهيم فاق مسلا وهو العيب مهم اه ترضى انك في المؤتمر صحفة تتسئل اه تقالك انت استبعدته ليه تجاوب من غير ما اسأل من غير ما ما يتسئل لازم اقول يا ابراهيم ده ده سؤال الشارع تعال شوف السوشال ميديا النهاردة عاملة ازاي اول ما اعلن الاسماء والسوشال ميديا كلها اشتغلت انا من المفترض ان انا لو حقيقت مدير فني اجاوب اطبعا اقول ولا دي تقول الحاجات العيب انه المديرين لا مش عيب هو انت لازم تقول مثلا طريق منفعنيش المرحلة دي مش عايزة سين بس خلاص انما انت ما بتقولش حاجة يعني هو مش طالع بيقول مثلا ان انا استبعت اي حد لا ده مش اي حد ده لعيب منتخب مصر اساسي كل المديرين الفانين الاجانب اختاروه احنا لعبنا كورة ولعبنا كورة على مستوى دولي ومرنا فرق كبيرة فاهم ولعبنا افريقيا ولعبنا حاجات ما ينفعش لعب بقيمة وحج مطارق حامد اجا اقول لا طب ليه على الاقل ليه اشرح ليه ما انت ساعيش تشرح يبقى انت في حاجة في نفسي عقوب بقى يبقى انت ما في حاجة بتحصل يعني ما عرفش حد بص بص برايب انا انا ابعد الجازل معهم خالص عن الموضوع عشان ما حدش يفكر انا بتكلم عقلية الراجل عقلية الراجل ما تسمعش الحد واضح واضح كده ما بسمعش الحد حتى لو سمع ما بينفس فبينفس اللي في دماغه يا سيدي ماشي انا معرفش التارجت اللي من خلاله اتحاد الكرة عليه انت من يتعاقد معا عشان يصعد كاس العلم بس ولا ياخد افريقيا ولا يعمل لك تيم للمستقبل في العادة بتاعي يصعد كاس العلم ودي حاجة خلي بالك انا شايفها مش حلوة يعني اه طبعا متداخل على ثلاث او افنت مهم جدا قبل كاس العلم بطولة الامم برضو هو ما تخدش بطولة الامم يفضل قاعد المكمل كاس العلم ده المفروض يقال بعد بطولة العربية يقال اه طبعا طبعا ليه بقى ليه ايه هو اللي حصل ده شوية يا ابراهيم ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه انا انا شفت حاجات اول مرة شوفها انا راجل بقالي تلاتين اربعين سنة في يقال بعد البطولة العربية اه طبعا او اللهي انا لو مسؤول اقيله حمشي كل شهر ونص مدير فضل يا سيد الفضل مش حاجات تمشي كل شهر وانت مشيت الاولاني ليه لو حسام البدري اللي بيعمل كده وجهازه بعد سنتين ما انا بقول لك حسام البدري بعد سنتين الكابت حسام البدري هو اللي فرط في حقه اوه ان حسام البدري قاعد سنتين فنوار يا راجل ده كل يوم بتشغال هو اللي فرط في حقه هو وجهازه ده سمعتك انت قول لي ايه الاسباب المنطقية اللي رجل الشارع القعب بيتفرج على كابتن طارق إيحيا دلوقتي اللي بيها بيقول ان كارلوس كيروش يمشي بعد البطولة العربية يقال بعد ايه الاسباب المنطقية انت عمرك انت شفت منتخب الجزائر اتغير منه لعيب او اتنين في البطولة كلها احنا احنا اهدفنا غير اهدف منتخب الجزائر ازاي هيرد عليك يقولولك كده يعني ايه الهدفنا ايه انا هدف ان انا اخد البطولة زي الجزائر زي تونس زي قطر زي 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 حيتقالك انك ما عندكش الصف التاني ولا عندك الصف التالت انت يا دوب عندك تلات اربع لعيبة محترفة وبنكمل بالباقي هو احنا نقصين مين يا ابراهيم مانا قلتك تلات اربع لعيبة بس طب تونس نقص لعيبة كتير جدا الجزائر نقص لعيبة كتير جدا اقولك مين تاني كل المنتخبات نقصة لعيبة في حد عائل مدرب كبير باسمه وحاجبه وقيمة كيروش هو فيش اختلاف علي ان هو مدرب عائل ومدرب قيمة بيش انا ما قلتش النوم ده انا بقولك مدرب انا مش طريحة لقيم زي كيروش لكن انا بكلمك فيه ابراهيم انا النهاردة حلاعب منتخب قطر سيبك من اللي فات ماشي خد اخر مباراة انا خدهم واحدة واحدة عنديش هخدهم واحدة واحدة معا اصو ده كلام في الكرة دي وجاءت نظرك في مطارق وانا هممثل وجهة النظر الغائبة اذا كانت وجهة نظر حالك انا هلاعب منتخب قطر مباراة قبل انهاء اوكي منتخب قطر لعب مية واربعين دقيقة قبل بتلاتة مية واربعين دقيقة مباراة تحديد من مركز تاكد رابع مية وعشرين وفيه تلت ساعة وقت ضعي مية واربعين دقيقة هلاعب بتلاتة فندر ده فنية انا بكلمك فنية انا وش مكلمة انا بكلمة بقى بقى اي حاجة تانية هلاعب بتلاتة فندر يعني انا لازم اجهد عليه من الاول وخلص عليه اجهد طريقة لعب اه طبعا لازم لازم اناعب باتنين تلاتة واحد لازم ازود الناحة الهجومية بتاعته علشان انا ما تديش فرصة لمنتخب قطر انه هو يبقى اه 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 خمسين خمسين زي لانه خلي بالك انت طالما وصلت لضربات الجزاء المنتخب الاقل في الخبرات في الاسم في التاريخ هو اللي بيكسب ليه نفسيا انا داخل تعبان مضغوط هو مش فرمها حاجة ليه هو لو لو هو كسر هو في الاول والاخر غسر من منتخب مصر فاهمني ايه هو في الاول والاخر وصل للمركز التالت او الرابع المنافسة عليه يبقى هو حق الطرجة اللي هو داخل من خلاله هو احسن من المغرب احسن من السعودية في المنتخبات يعني فهو في وجود نظره كده فما فيش ضغوط قوي الضغوط عليك انت فانت عشان توصل للمباراة لضربات الجزاء انت السبب ليه وبعدين انت بتلعب مسلا اربعة تلات تلاتة دي اولا لا تصلح للمنتخب مصر حتى كمان تريد اللعب لا تصلح بس انا بقولك يا عام يا ابراهيم انا بقولك والله احاجات انا بقى انا شفت المتشاط اكسن بالله بقيت قاعد بقيت قاعد يعني مش عايز اقولك حتى النفسي حابلة ازاي اربعة تلاتة لا تصلح لا تصلح للمنتخب مصر ليه لا تصلح لان كل فرق الدور الممتاز بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ما تلعب زي ما هي ما عايز ماشي حبيبي مهنة واجاب من اين هو انا جاب من برا كله ما انا جاب من هنا انا جاب من هنا ايه صعوبة يعني ايه صعوبة اربعة تلاتة تلاتة من وجهة نظر حضرتك واللي فيها شاف انه الموضوع ما كانش عاجبك الاداء كورة بقى فنية ما انا بقولك فنية الاداء انت لما بتلعب اربعة تلاتة تلاتة بتحط مسلا مرهان حمدي تحط شريف مسلا بتحط معهم زيزو مسلا اوكي انت خسرت القوة الهجومية الدربة بتاعتك ليه لان مفيش رابط ما بين خط الوسط وخط الايه الهجوم والتمانيتين اللي بلعبوا دول بعملوا ايه ما انا اقولك التمانيتين دول حضرتك سواء زيزو او اه اه لا دول مش تمانيتين شريف لا دول مش تمانيتين دقسيبك انت بتتكلم على التلاتة دول التلاتة المهاجمين اللي هو مهاجم انت حتى لما جيت حطيت نص منعب انت بقى على نص الملقب انا قولك اوط هتحطه حمد فتحي وهتحطه اتنين تمانيتين اللي هو السليا مسلا انه اي عمد تاني جنبه حلو قوي السليا وكان حمد فتحي لأ اه حمد فتح يرغم 6 لأ سواري بس انا بكلمة بتحط تمانية مين بتحط تمانية السليا في مرة في مرة حطيت ايمان أشرف ده كلام فين ايمان أشرف 8 لعب ناحة الشمال وانا بقلف وانا هقلف طريقة هقلف مكان لهبراهيم فايق. مسلا اه ابلاج ابراهيم. لا لا قولوا على اي. يعني ابراهيم مسلا ينفع اه يبقى مسلا اي حاجة تانية غير ان هو يبقى رجل. لا ما نفعش بقى معلق. ما نفعش بقى معلق. انا مش معلق. انا رجل مقدم براري جيت. انا اسقول كده. انت شغل في الميديا. في الاعلام. ينفع جيبك تعلق على مبره? لا. انا مش معلق. بالزبط. ام. فايمن اشرف لعيب كورة. بيلعب مساك وساعات باكليفت. ساعات باكليفت انه مبقى فيه زن. اروح حطه في نص منعب تالت. فين فين القوة الهجومية بتاعتك خلاص. امان اجاد فيها على فكرة. اجاد ايه ابراهيم. اجاد ايه ابراهيم. اجاد ايه. يا ابراهيم تاعات فرج على على مسلا اي لعب في تونس. هو اللي كان غريب بالنزلالي. ايه. ياسين ابراهيمي مسلا. اه. اه. اتفرج على اه. اه. دي لعيبة. دي لعيبة. شغلتها دي. ام. شغلت. انت شفت منتخب تونس تغير من اول البطولة. ك ك ك هيكل لعيبة. مفيش. احنا عاملين كل ماتش. لعيب يطلع. ولعيب ينزل. وبعدين شريف آآ شريف فرود اخر ماتش. مسلا. اه. وراح حطط له مين? رحط الجنب وزيزو. فاهم? ورفعت. اه. اوكي? ماشي. رفعت شمال. رفعت شمال. وزيزو ناحي تريمين. وزيزو يمين وراس حربة. وراس حربة شريف. اه. اوكي. ماشي. بس فين بقى اللي حيشغل الناس دي? مفيش. انت حيك ما عندكش قناعة خليني اخدها معاك فنين. انا بقى يعني اه وسع صدرك. حمكلم في الكورة. براحة. في لعيب هيبقى موجود على الدايرة. اللي هو رقم ستة. اللي هو الديفندر. خلاص? وفي اتنين تمانيتين. الراجل بيلعب بيوم كده. واحد. ستة حمد فتحي. الحمد فتحي. تمانية السلية. واحد تمانية تاية. على فرد. واحد تمانية تاية اي ما يكون هو الاسم. مرة يطلع افشة. ما ينفعش غير افشة. ما ينفعش غير افشة. في الوقت ده. اه. في توقيت البطولة العربية. طيب. وخلي بالك هو مش هو مش. هل انت بقى شايف انه اللي بيلعبوا في ناحية في تمانية دول مش قادرين. خالص. يعملوا. اه. اه. اه طبعا. طبعا. حبيبي مهند لاشين. انا هارد ووركو. بيشتغلوا. بيقطعوا. بيخبطوا. بيرزعوا. الكلام ده كل. ما بيوصلش للمنطقة. اللي كان بيوصل ليها مسلا. سيف الزمانك اوباما. لما كان بيبقى تالت ملعب. اه. عبدالله السعيد. اه افشة. ما بيوصلش للمناطق دي غير بعد ايه. مسلا كل ناسه ساعة ساعة لربع بس انا مرة ولا مرتين. ما يروحش للمناطق. ما بيروحش للمناطق دي خالص. فانت قللت القدرة الهجومية بتاعتك. حتى لو عندك زيزه ورفحت. ممم. مين هيلعب الناس دي. حتى لما جيه. بدأ صحي لحد ما بقافش رحمي غيره بين الشتين. مم. بشريف. 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 ولاعب شريف اا وينج ليفتو بعين رحمي لاعب شريف فيروو. واحمي لاعب مرون حمدي وينج رايد. ده ماتش تونس. ما انه بيقى الشقلبة. شقلبة. ده. خير. دي معلومة. معلومة. مش استنتاج. مش استنتاج. انا استنتجت هزا الكلام. سألت. اه. قالوا لي فيه بعض النعيبة فعلا انك بتبقى نازلة مش يعني هنعمل يعني ايه ايه مهام مش عارف. والمصح ما بهزر. فهي قصة ابراهيم صعبة علينا. اه كل التقدير والاحترام لمنتخب القطري. لك ما اتغلبش من قطر. انا ما اتغلبش من تخب وانا افضل بكتير. انا منتخب حتى لو رحت بالصف التاني. زي ما بيتقال المسلة. انا مجرمش اصلا. يعني هو 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 مني ناقص. انا عايز اكسب صلاح صلاح ومصطفى محمد. بس. صلاح ومصطفى محمد ترجزي كان بصابي ابراهيم. معلش ريش راجع. اه مرموش اه برضو ده لعيب مباراة واحدة. اه. او مبارتين. اه. لا ما تقولش مرموش غايب. لا معلومة. رمضان. مرموش لعيب كبير. رمضان ما بيتاخدش معاه من اول مجير الراجل غير مرة ولا حاجة. لا لا اخدوا معاه بس. ما نقولك يعني عشان الابرامز فاطر فانت بتكلم في اتنين تلاتة مش هما اللي ايه. يعني مش الفرق الواو قوي. لكن انت عندك قوام منتخب مصر. انت عندك ناحية اللي مين? توفيق. عندك الوينش. عندك حجازي. مش دول اساسيين. عندك فتوح اساسي. الصليه اساسي. حمد الفتح اساسي. اه زيزو اساسي. في بعض المقشاط. لو هو عجبه يعني مش عجبه خلاص دي قصة بتاعته. فهمني اه بس اقول خط الامامي اللي كان فيه. النوش. اللوش شوية. بس انت بدأت غلط. انت. وبعدين لما كان بيبدأ باربعة تلات تلاتة. ويحولها الاربعة اتنين تلاتة. كان الاداء بيختلف يرجع الاربعة تلات تلاتة تاني. لان هو ده اللي كنت قلصة هقول لحاك عليه في المتشقصة اربعة تلاتة تلاتة بتتقلب بسهولة جدا الاربعة اتنين تلاتة واحد. كل ما في الموضوع هتسحب بس تمانية. هتسحب بس تمانية منهم تجيبوا اللي تحت. اللي هو مين? وهتخلي واحد صنع اللي هو مين? ما ينفعش اي من اشرف. ما ينفعش الحمد فاتحي. عايز واحد زي افشة هو اللي يكون يتحول من تمانية العشر. بس برفع عليك. بس ليه? هو عند القدرة دي. افشة صنايعي في الحتة دي. وعبدالله السعيد استاذ في الحتة دي. اوباما استاذ. اكتر لعيب صنع فرص لمصر في البطولة العربية. افشة. طبعا. طبعا. انا بقول لك كده انا معرفش المعلومة دي. لا لا دي معلومة. يعني انا بقول لك دي. لان انت انت دماغك بتروح لمكان برا السندوق تماما. ماشي مش مش معترض. مش معترض. تروح برا السندوق بس بالعقش. يبقى فيه البلانس ما بين نحل جمهة الدفاعية. هقول لك حاجة كمان. منتخب مصر غير اكتر من مثلا عشر لعيبة. دخلوا جداد. هو دي حاجة تحسب للراجل. ماشي. لكن اقول لك الحاجة. هو انا انا كان قدامي حاجة تانية وانا ماخدتهاش. مانا برامز مش معايا. برعيبة المصر مش معايا. المحترفين مش معايا. طب ما انا هتجي الاتجاه ده. اي مدرب كان هتجي الاتجاه ده. بقى هو الاختيارات. ونجاحه او نجاح الولاد دول اللي اختارهم في البطولة. هقول لك ليه? لان كل المباريات الجامدة اللي انت بتتكلم عام دول ما تقلقوش. مم. لا في الجزائر. ولا في تونس. لهم مين? ولا مش هقول اسماء. معلش. عشان ما حدش زعميني. لا في الجزائر. ولا في تونس. ولا في قطر. ولا في اه. هم دول تلات مطشط. ما نقول لك تلات مطشط الجامدين. قبلهم كالاردن والدنيا ماشي كويس. بالزبط. اه ما هو يعني انت بتلعب منتخبات انت افضل. بناب كتير. وفي فرق كبير. فلازم متقلق. لازم يلعب كويس. لكن تعال بقى في الجزائر. مفيش. تعالى في تونس. مفيش. تعالى في قطر. برضو مفيش. فاهم? فانت القصة في ايه? اي مدرب ابراهيم رايح بطولة. احنا رحنا مرة. سنة الله رحمه الكابتن احمد رفعل. كان الكابتن جهري واخد المنتخب الاول ومع اسكر ديه. فرا عامل منتخب به. ام. رحنا بيه الامارات. ام. عملنا بطولة هناك جمدة جدا. ام. منتخب الالومبي. اللي هو كان اللي هو الصف التاني مش كان الالومبي كتانا وحماد المصري. ومش فاكر مين كان معنا. طيب. اخدنا البطولة. كسبنا. كسبنا البطولة. وتكرمنا التكريم جميل جدا. ليه? انت رايح بلعيبة. صف تاني. ولكنهم حققوا البطولة. نطرح السؤال. قول. كارلوس كيروش. كان راح ياخد البطولة. ولا راح يتعرف على اللعيبة. اللي هو مش مقتنع باي وجهات نظر لاي حد حواليه. غير هو. انا دايما بقول الكلمة ديت. هو. انا معك فيه. بيبتدي مع اللعيبة من الصفر. اه. قولوش دعب اي حد. اه. يعني هو يقولوله ابراهيم فاق ده بيعمل كزا ولم يجدعوه. اه. يا عم ده مقدم برايب لما يجدعوه. اه. انا عايز الراجل ده بقى محل. يا عم ما هو كده. طيب. السؤال. هل الراجل ده. رايح علشان يجرب ويتعرف بنفسه على اللعيبة. مش عشان يعمل جيل جديد. علشان يعرف مين منهم اللي يصلح مع التشكيلة الاساسية اللي لسا حاك ايلها دلوقتي حالت. اه. اللي تروح بيه بطولة الامم الافريقية واللي يصعد بيها كاس العالم. ولا الراجل ده كان رايح ياخد البطولة. اصلا لو رايح ياخد البطولة ما اعتقدش ان ده الشكل اللي كان حالع بيه. وله هو رايح يجرب فاعتقد ان ده الاقرب الى التصديق. انت حاك شاف ايه. والله التصرفات وكلها رايح يشوف. رايح يشوف. مش رايح اغلب بطولة. طيب. وده غلط. ليه ليه بالمعالمها رايح يشوف. يا براهيم غلط. احنا منتخب مصر يا كابتل. انت لما تيجي تقولي النهاردة. اه في كان البطولة فيها كان منتخب. ستاشر. مسلا. مسلا. اه. لازم تبقى انت ارقم مسلا واحد او اتنين. اه. ما تبقاش تلاتة واربعة. اه. انت حلوة. بلاش. ماديا انت طلعت الفلوس على اتحاد الكورن. مسلا. لا يا سيدي ماشي. انا انا هقول لك كل. بكلتش معانا. هطلع لك كل قطة الفاطسة. انا جاي بص. بكلتش معانا دي. لا الا قطة الفاطسة هو لا تطلع. بكلتش معانا. يعني انا بس. فنيا انت خسرت حاجات كتير. اخب بالك لو ده مدير فني مصري. ما كانش هيخد الوقت ده لانه عارف اللعيبة. فلما تيجي انت تنتقل تقول له يا عم هو انت بتلعب ازاي شريف جناح. واحنا فاهمين برضو تاني انا كل مرة عادة اقولها. فاهمين ان هو هو بيختار لعيب جناح. هو بيختاروش جا جناح. عشان هو دايما ايه يقول لك هستوى الناس في مصر. مش فاهمين الاعلاميين مش فاهمين. فاهمين كويس انه انت لما بتاخد جناح انت واخده عشان تلعب بتلات مهاجمين. بس هو انا ليه اعمل كده طالما انا المهاجم اصلا عندي مش موفق اللي هو مروان حمد. اه. ارحل الرجل اللي ده هنا. واخلي واخلي الجناح يتعلم يبقى مهاجم. ما يسهل ايه. اخلي رفعت يروح يجيب جواه. بالزبط. اخلي الراجل اللي ماشي في الناحية داية كويسة خلي كده. ده اللوجيك. ده ده الطبيعي. بس ده ينفع مع مدير فني مصري عارف ابعادنا ايه وعارف اول اللعبة دي وعايش معانا. لكن مدير فني اجنبي هو مصر انه يعرف من الصفر. لا. فمش من حق انه هو يشوف. ومن حقنا ان احنا نبتدي الحساب من اول بطولة الامم. اه مع ماشي. ازا كان ده التارجت وده الهدف انا معاك فيه. بس انت النهاردة اخدت على اعتقك ان البطولة كانت بدأت ان احنا رحيين فني. هي كتراحة كده بسرح. اه. اه. واتقلبت اه. بطولة نار. طبعا. ده اللي بزعلنا. اه. انت كنت رايح الى اول اه ماشي عمو بطولة عربية ونبسط. اي حال. ونجرب شريف ونجرب طريق ونجرب ابراهيم ونجرب محسن. اه. فجأة دينة اتقلبت بجد. اه. لقيتك ماتشات جامدة. اه. وشات جامدة ودرب نار وشعلقة وشاليت وقلام وبتاعه وعملين اه ناس عملها طولة في المدرجات وتفرح في المدرجات. يبقى ازا القصة اختلفت تعمل هدف. اه. كان لازم بقى في ساعتها انا اشتغل. اشتغل للهدف بقى ده. انا ما اشتغلش. انا يبقى في وقفة. في فرق بين الوقفة وفي فرق ما بينك تمشي. مش انا اللي همشي. انا لو مسؤول. اه. امشي. طيب. ممكن تسألك سؤال. فضل. انت حك مسؤول. اه. بتدير الكرة المصري. اه. فقررت النهاردة. يا رب والله. يسمع ان بيقى اقربنا. ماشي. انت انت الان مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم. لا انا رئيس الاتحاد الكرة المصري. رئيس الاتحاد الكرة. رئيس الاتحاد الكرة. خلاص. مش مسئول. ماشي. اه. انت دلوقتي تحكي رئيس الاتحاد الكورة. اه. واخدت قرر باقالة كيروش. اه. ممكن حيك تقول لي هتعمل ايه في بطولة الامة في القدرة تلعبك انا خمسة عشر يوم. اه. وهتعمل ايه بعديها في التصفات المؤهلة للكاس العالم. انا لو مسئول. مين المدير. انا لو مسئول. اه. اجيب حسام حسن. مباشرة. على طول فورا. هل هتقدر تحاسب حسام حسن في الفرصة اللي انت زنقه فيها دي. حسام حسن اللي هو بقاله سنين صبر على الفرصة بتاعته. هل انت هتقدر بقى تزنقه في الخمسة عشر يوم وتقول له روح خد لي بطولة الامة من الافراقية. اه. 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 انت كده ما ضغطش الراجل. اضغط ليه. هو انا مش راجل. هو انا راح نوزها. يعني ايه انا هدف ان انا كاس العالم. طيب ام افريقيا دي ايه يعني كده عدناها ازاي. المسئولين عدوها ازاي. اه. انت لو خسرت كاس ام افريقية. هل انت تضمن راجل يكمل لكاس العالم. ما هو فيه اتخابات اتحاد كورة. فيه. طيب. خلص. ما ممكن لاتحاد الكورة ده مسلا. اه. يمشي. لو ما خدش كاس امور يقول له بالسلامة شكرا. ممكن جدا. اه. ليه لأ. اصحابه فيه فرق ما بين انك ما تاخدش بطولة بطولة ام افريقية وانك تخرج بدري بدري. من بطولة ام الافريقية. تخرج بفضيحة يعني. زي ما حصل في 2019. اللي ما اجري. هو اللي رحم كوبر ايه? انه وصل الانهائي. وصل. عفل او طلعب ليها. كان ما كملش. لكن هكمل لان كوبر احنا 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 كوبر جابنا. ما بقول لك يا. لا 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 العكس. لا العكس ارجع بس بالزاكرة يا كابتن طارق. احنا كوبر ودانا ودانا بطولة الامم بعد ما كان بقالنا. تمام. سبع سنين ما بنروحش بطولة الامم اصلا. ما بقولش لا بس وصل النهائي. وصل النهائي. بالزبط. اه. دي قصة بقى النهائي دي. بطريقته. بطريقته. وبعا كان فيه اعتراضات كتيرة جدا. بس بطريقته وصلنا. اه وصل انا وصلنا كاس العالم. هو حق اه اه نقول تسعين في المئن من تارجت اللي جام عشان. لا ما في المئن. بس خلاص. يعني. اه. لكن انت بتتكلم في انا اول بطولة خسرتها. ناقص ثلاث لعيبة بس. اللي في وجه اتنظري. احاقول لاتنين لعيبة. لان التالت اه 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 مصاب وستناج. لو انت AUM مدير فاني منتخب مصر كنت هتاخد كاس العرب? لوان ايه? اه اه طبعا ناخد كاس العرب. تاخد كاس العرب. اه طبعا. كل حاجة بتاعت ربنا بس انا كنت هتشتغل لناخد كاس العرب. ولو كنت اخسر تاher كنت هتا هتعلن ا לא. اه اقول اسلام عليكم. طب ما انت خليه اعمل انت لسه مسؤول في اتحاد الكورة. اه. انت لسة رئيس الانتحار. اقول. جيبته حسام حسن. اه. اه. بس. الفضل يا كابتن اشتغل. اه. انا عايز كاسر المو افريقية. وعايز اوصل كاسر عالي. هتطلبه كده. اه طبعا. بعد خمستاشر يوم. ان شاء الله يكون بعد يوم. هيقعد يحفظ اللعبة بقى. ما انت بتقول بقى نفس الكسطة اجاوبك انا بقى. عايز قالك بقى سؤال طيب انت انت مسئول. انت حاك مسئول. اه. انت حاك جبته مدير فن جديد. اه. خلاص كده? راجل صبر على فرصته بقى له سنين. اه. فعايز ياخد فرصة بمعنى صح كده اسمها ايه? فرصة طيبة. اه. فرصة. طبع. في وقت كويس. اه. فانت جيت قلت له بعد خمستاشر يوم شايف اللعبة اللي قدامك دي كان بتلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة. اه. شايفها كده? اه شايفها. العب بطريقة اللعب اللي عايز تلعبها. فهو ما عندوش وقت. ايه انا عارب. ما عندوش وقت ان هو يختبر اي طريق لعب. العب بها بطريقة لعب. غير اللي الرجل اللعبها عشان هي ما كانتش مناسبة. وروح خد لي بطلطة الامم. انا مهنينة واحدة واحدة. والبصحف معاك. وروح خد لي بطلطة الامم من الافريقية. اه. وخب بالك لو ما اخدتهاش. انت مش معانا. اه. لا مش هقول له كده. مش قول انت مش معانا. طب ما هقول له انت الهدف بتاعك كسر الامم افريقية وكسر عالم. خسر بطلطة الامم من الافريقية هتعمل ايه? هيكمل لكسر عالم. بس حسب اداءه. حسب انا بص يا ابراهيم. اه ممكن جدا تلعب اربعة ثلاثة تلعب اربعة خمسة تلعب اي طريقة. هتقول له كمل صح? اه طبعا. لانك مستحيل تقيله قبل ما يروح على التصفيات. اه. طب. بس لو اقتنعت بشغله اللي اتعامل في كسر الامم. زي كوبر. ما كوبر خسر البطولة. وليه ما قسش نفس القياس على كيروش? انك تقول له روح لعب بطلطة الامم الافريقية. لانها البطولة الاضعف. وهشوف اداءك ايه? ديني فرصة. طب ديني فرصة. وهشوف اداءك في بطلطة الامم الافريقية ايه? ولو لقيت اداءك كويس وانت ماشي كويس. حتى لو خسرت البطولة. هخليك اه تكمل. ليه ليه مش المسطرة واحدة? اه اقولي العرض اللي اتعمل. مش العروض. العرض اللي اتعمل. من كيروش واختلاف طرق اللعب واختلاف اللعبة واختلاف اماكن اللعب وعدم توظيف اللعبة في اماكن غريبة. توظيفه في اماكن غريبة. وتشكلات مختلفة. وحاجات حصلت كتيرة جدا لا تبشر. انت عندك معلومة. ليه ايه? انت عندك معلومة ليه علاقة باللعيبة. بس ايه شايس تقول? ازاي يعني. ليه علاقة بانه اللعيبة كدش مبسوطة? طبعا. لا مش مش مبسوطة. اه. اه. في بعض اللعيبة ال 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 وظائف كانت بتتقال ما بيفهموهاش. ما بيقضيهاش صح. لان مش مكاني. انا مش حابة بالعب هنا. اللعيبة. كدك بتقول له بعض. انا مش مش عايز زلع انا مش عايز زلعبي هنا. كدك بيقوله بعض. اه طبعا انا مش عايز زلعب هنا. ودا يقولنا. انا بقع تريعتك في ihrenقاش. مش مبنية على استنتاج. تريعتك في النقاش انا مركز فيها طول الوقت. مبنية على معلومة انه اللعيبة مش معدولة العدلة بتاعتها في الملعب. عشان كده انت بتقول انه. انا مش مختلف اربعة ثلاث ثلاث ثلاثة. اشتغل اربعة ثلاث ثلاثة. بس وزف اللعيبة صح. يعني حطت زي ما انت بقول كده. واحد ستة واثنين تمانية. تمانية دول ترك. بوكس تو بوكس. اه. انما مش تمانية وقفين مع 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 فتحي. حناخد ايه? هنعمل ايه? يا راجل انت منتخب الاردن خد منك نص الملعب خمسة وسبعين دقيقة. اه. او انت بتفرق. اه. لما عدلنا الطريقة عملنا. اه برافع عليه. اه. تونس. في واحد اسم درجر. ناحية اليمين. واخدنا راح جاي. تا نوتنجام فورست. وقف له واحد. بتوقف لهش واحد. طب انت بتقول حسين فيصل. حسين فيصل. ما تغير حسين فيصل. ونزل رحمد رفعت. على الاقل رحمد رفعت. هي وقف الراجل ده. لما يعبد منه مرة مرتين. هتلاقي مدرب بيسرخ ده رجل ده. ده ده رجل ده واخد الملعب طوله. حزرنا منه ماتش. حزرنا منه ماتش. حزرنا منه ماتش. حزرنا منه ماتش. انت شفت الماتش يا ابراهيم. انت انت بتقراش الماتش. اه. قد تكون اه. عائل. قد تكون اه. اي حاجة كويسة. انما انا مش شايف ده في الملعب. الملعب لق فيه نواس كتيرة. انا تقدير واحترام لشخصه. هو ممكن يكون اه. اه طريقة الادارة بتاعته هيلة جدا. اه. وعا ورازين وعائل وكل حاجة. لكن الملعب لا مش 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 يعجبني. يعني مش مقتنع. اه. حاجات كتيرة جدا بتحصل في الملعب انا مش مقتنع باللي بيحصل. ممكن اكون انا غلطان. ممكن اكون اه متحامل. ممكن اكون. لكن انا باتفرج عماتش. اصد نفس الكلام النا بقوله. اه. ده بيقوله. ده بيقوله. ده بيقوله. ده بيقوله. فنيا. يا سيك بقى من كلام اللي بيقوله. طالما بيوصل الكلام اللعيبة. ده ايه حاجة تانية. انت عايز بقى تروح للسكة دي. عايز افهم. لا والله يا براهيم امدل. انا بقولك والله يا صدقني. القصة اه احنا اشتغلنا وحش. اشتغلنا وحش قوي. اه. يعني عارف انت اللي هو ايه. جاب لغبة الدنيا. ضرب ضرب اللعيبة في اخماس في ازداس. ما بقتش حد احدش عارف بيشتغل ازاي وبيلعب ايه. اللعيب بيحب المكان اللي هو متعيق عليه. اه مرون حمدي فيرود. وبعدها اونجورايت. طب الراجل ده يلعب ازاي. انا اشتغل ليه. اشتغل ليه في اونجورايت. وقفشة وشريف وكل الناس. وقفشة وشريف. فهم. زيزو ما هو لعبه في نص الملعب تالت مرة. زيزو لعبه شمال. مرة شمال. مرة شمال. مرة تمانية شمال. طب هل. ومرة عدل وتانية. انت شفت كده في منتخب تونس. شفت في منتخب الجزائر. ده ده كان ماتش ايه انا مش فاكره اللي فيه حط حط زيزو ناحية الشمال وجربه كان وكات الدنيا ما بينه وما بينه كان معارفش حط مين ناحية الشمال برضو كان فتوح ده كتش ماشي خالص. ما كانتش ماشي. ايو. ايو. انا جابه ناحية اللي مين الامور اه. يا راجل انا انا سبعين ديئة بقى فاتفرج على الراجل اسم دي راجل ده واخدنا رايح جايه واحنا محدش حتى قال للراجل ايه او الراجل ما ما تحركش وقف له واحد. انا قصد حسين فيصل اه ما بيستقل ما كانش بينزل. اه ما انت غير حسين فيصل. اه. ما انت عندك رفعت. احط له زيزو ناحية. غير. اه يا حسين هنا وودي زيزو ناحية. على اللي زيزو هيوقف. كجناح. يعني كجناح. يعني كجناح. يعني انا باتكلم في ايه. تدخلات يابراهيم متأخرة جدا. اه. والتغييرات بتاعته فيها يعني اروح مسلا ايه التغيير اللي هو المغفورد ينزل مسلا. اه رفعت يروح منازل اسامة فيصل. اللي جاي من بعيد. الله. انت اسامة فيصل ما اشتركش خالص. يعني انت في مطشل بتاع اه اللي هو قبل قطر ده كان مطش فكر تونس. تونس. لقيته روح منازل اسامة فيصل. وكان في الملعب ايه 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 ايه. وكان في ملعب شريف باين. ايه ايه ايه. ايه ده. فاهم? فانت بتلعب بتلاتي الفلاودة. ففي الوقت اللي انت مستنى احمد رفعت فيه ينزل ما لقتوش روه بينزل كان بيغير وينزل اسامة فيصل. مع ان انت كسبان باحمد رفعت المطش اللي ابيه اللي كان الاردن. الاردن. يعني هو مكسبك. هو ايه في ايه? يعني انت بتاع يعني انت عايز تروح فين? انت بتاند مع مين? الراجل رفعت باين زي الشمس ان هو لعيب كويس وفرق معاك. طيب. 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 طيب الراجل في المطش اللي بعديها قال لك يا عام انتو عايزين ايه? عايزين محمد شريف رأس حربة اه هو محمد شريف رأس حربة. مين التلاتة بتوع نص الملعب? عايزين مين رفعت ناحية الشمال اه دي رفعت ناحية الشمال. اه. اه. عايزين زيزوا ناحية اليمين ادي زيزوا ناحية اليمين. اللي هو ايه مش وتعايزين كده اهم. اه ونزل بقى اللي في نص الملعب زي ما هم وبرضه ما عملناش حاجة. تجاوبني بقى بس بعد ما نروح لفاصل عشان هم عملين ايه? فضل يا كابتن. اه. نروح لفاصل وبعدين نكمل الكلام السخن. انا بتقول لكم كابتن طارق دايما عن حلقته مختلفة. فاصل ونرجع انا نكمل الكلام. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معكم في حوارنا الساخن جدا مع كابتن طارق يحيا وبنتكلم على منتخبنا الوطني وكافية التحضير للفترة المقبلة. خلاص حضرتك انهيت عملك كرئيس للاتحاد المصري للكرة القدم. واحنا دلوقتي بنتكلم على ارض الواقع كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب مصر هو موجود. ايه المطلوب في الفترة اللي جاي? المطلوب انه لازم يتقهد معاه. اه. ويتقله ان ده ان الشارع الرياضي المصري مش عاجبه الكلام ده مش عاجبه اللي بيحصل. لازم ياخد هو اكيد وصل له المعلومات اكيد. بس لما تتقلم المسئولين اعتقد انها تبقى اه اوقع وتبقى اه عندها عنده وقع اه عنده وقعها يبقى افضل. اه. من الجماهير اه هو يعني انا قاريت له تصريح مش عاجب في الجول لسه من شوية بيقول الحاجات برضو اه على اه عشان ما كونش غلطان بس الجماعة في الاعداد اه. قل لي قل لي بس. معلوماتي اه قل. يطلع الحاجات اللي. اه. كان كان تصريح في الجول يعني. كان بيتكلم على اه انا نسيت صراحة المعنوة بس انا قاريتها. طيب هو هو راجل كل تصريحاته اللي فات. لا لسه تصريح النهاردة. تصريح النهاردة جديد يعني فاهم. بيتكلم على على ايه طوارق. عشان ما 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 هو حضرك التصريح ليه. عباسد عباسد قول بس عباسد. هو يعرف ايه طب انت تقول. لما لك في الجول في تصريح في الجول اه لكيروش. ايه. بيتكلم في العموم برضو. معلن. معلن. المهم لازم المسئولين يقعدوا معاه. فاهم. اه 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 ارد على سؤالك اللي هو قبل الفاصل بس اللي هو احنا دي العبت بازيزو والعبت مش عارب برفعت والعبت بمين و ومش عاجبكو برضو. احنا مش حكاية مش عاجبنا. حكاية الانك انت اولا هو التشكيل ده. حكاية النه لا. هو. التشكيل ده مش بتاعه. انا عدلتلكم التشكيلة. لا مش بتاعه. يعني ايه مش بتاعه? مش بتاعه التشكيل ده مش بتاعه. يعني ايه? مش بتاعه. مش هو اللي حد التشكيل. كلم جد بصعب شيف سمكلم يعني ده هو الراجل يعني اه لا اه يعني التشكيل ده اه 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 تقدل لك بس تقدل لك استنى بس تعالوا معنا تعالوا معنا بس اه لا التشكيل ده كان هو مش مقتنع بي برضه مش بتاعه اه مش مقتنع بي بس اه لعب بي اه اه ده تشكيل فكرني كده بس التلاتة التعرص الملعب مين فكرني بس تلاتة كان السولية وحمدي فاتحي وديفندر اه مهند كان مهند طبعا اه فانت لغيت التلاتة اللي قدام انت لعبتهم اه بس انت اسقصت ريشهم اه هو ده برضه زكاء منه هو عايز يزبط وجود نظر دائما ابدا ودي حاجة انا مفيش مشكلة عندي بس تثبتها صح ايه التشكيل ده ازبتها بتاعه انت قلت كده ما تكملها يعني ما انا بقول لك اهو الجهاز المعاون قاله الناس بتقول كده والعدلة بتاعت الفرقة كده هو التشكيل ده هو يعني حط التلاتة دول عشان زي ما انت بدول كده اه دي التلاتة هون بتوقع بس انت اسقصت ريشهم حطولهم افشي اخي حط الصلية وفتحي مسلا حمدي او بوهند وبتاع ده لما جيه غير ده الصريح في منتالة الخطورة مش منتالة الخطورة ولا حاجة مش حاجة مستخبها ايه ده في منتالة الخطورة وفي منتالة اهمية وهيدينا بقى مؤشرات طيب هو دلوقتي عمل حاجة حاجة بتقولها عملها بناء على الضغط ايه فدي حك ويسا ولا حاجة وحشة والله اخيرا دي حك ويسا اه حك ويسا اعتقد بس برضو هو اسص ريشهم اه يعني انا 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 دايما نقول ايه السلية تمانية وحمدي ستة اوكي بس السلية عنده قدرات ستة برضو شغالة اه دايق تسع دايق قدرات تفتكر في الماتشة الرابع دا ولا شرط الرابع فالعيال طلع منهكة جدا فلازم انت متلعبش ازاي تلعب بتلعب تلعب الفندة الا ازا كنت انت عايز توصل فكرك اللي هو ضدنا احنا ان انت ادي التلاتة ازاي ما تقول اهو انا بجابك احسؤلك اهو التلاتة دول لعبه اوكي هم اللي انتو عايزينهم هم بس انت ما 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 حتطلهمش حد يساعدهم دا زيزو بياخد الملعب يا كابتن من التمنتاشر للتمنتاشر مفيش لعب في الدنيا بيجري المسافة دي ايمن اشرف اتمزق لما لعب في نص ملعب يا ابراهيم خد مجودك ام مش بتاعته انت انت اه خسرت ايمن اشرف البطولة وخسرته كمساك فاهمني خسرت شريف نفسيا خسرت مرون حمدي نفسيا طيب ليه ما يكونش الراجل قال مش انتو عايزين التشكيلة دي اهي التشكيلة اهي وفي الاخر برضو عشان تعرف لعشان تعرفوا ان انا كان كلامي صح هي ليه علاقة بالكواليتي ملهاش علاقة بالتشكيلة ادينا برضو وخسرت انا قلتلك ايه لعب اربعة ثلاثة ثلاثة بس حط اتنين تمانية كويسين يقدروا اشتاق يعني انا مسلا حدثت ابراهيم عادل مسلا اه انا بقول اسماء يعني اللي هي ايه ابراهيم عادل والسلية وتحتهم حمدي فتح هتلاقي في ايه ببقولش بلاش افشا طيب انت ما بتحبش افشا او مش مقتنع با افشا او عبدالله السعيد هو واضح انه ما بيحبش افشا اه طبعا اللي بيحصل من افشا اللي بيحصل اللي حصل لأفشا ده في البطولة ده غير طبيعي اه روح سحبه بين الشطين ماتش تونس اللي هو الولد كان حلقت ربطه وكان شغال كويس تحدا وروح سحبه بين الشطين فاهمني ومنزل اه شريف ولعب شريف نحت الشمال وخلص عالدنيا احنا يا راجل الشوت التالت اه منتخب بسلا ما راحش للمرمى بتاع تونس غير مسلا مرة وبالعكس تونس خدت منك نص ملعب مش مش تونس تاني اه شوت تاني اخده منك نص ملعب انت الشوت الاول هه شوية وافشا رايح وبيبسم على الكل وكرة وبشتغل بشكل جيد راحشايا الافشا ومنزل شريف انت اسقصت الدنيا كلها انت مقتنع بتلاتة اربعة تلاتة اربعة تلاتة اربعة تلاتة ماشي بس حط العقيبة صنع لعب كويسي حط اتنين حط يا اخي عبدالله السعيد مسلا ومعا السلية او افشا والسلية ومعا محمد فتح اربعة واحد اربعة واحد مسلا تمشي نسأل السؤال طبعا فجرت لنا مفاجئة بس نسأل السؤال حضرتك دلوقتي كيروش مدير فني المنتخب مصر مطلوب منه ايه ومطلوب مننا ايه وإيه اللي يحصل خلال الفترة اللي جاي هو مطلوب مساندة خلاص احنا عرفنا دماغ الراجل وعرفنا طريقه وعرفنا قصته خلاص احنا نساند منتخب بلدنا فاهم دي؟ ما هيئمة الراجل ده اتحاسب يئمة نسيبه ونساند المنتخب ما فيهاش تالت احنا عندنا فرصة ان شاء الله بازلان تروح لكاس الأمة افريقية بشكل جيد بشكل محترم ولكن للأسف الشديد انت خسرت لاعب من الممكن ان هو يحقق لك الفارق في نص الملعب بشكل كبير جدا طريق حمل لازم كان لازم يتاخد طريق حمل في القصة دي بيبقى اما وان هو ما خدوش طب مش معنى ما استجابش بقى للضغط في الحتة ديت اصلنا مش متخيل ان كيروش بشخصيته القوية ديت يستجيب لضغط لا الشارع ولا للجهاز المعاون في انه ينزل تشكيله وفي نفس الوقت برضو لما اجيشوف على ارض الواقع في الاختيارات طب مش معنى ما استجابش للضغط ده دي بقدرش اجابك عليه ليه؟ لان فيه حاجة في نفسي عقوب تجاه طارق طارق زعلان؟ طارق قد يكون النهاردة زعل شوية لان هو كان طبيعي جدا اليام اللي فاتت لكن لما الاربعين اسم حسنا انت اي بن ادم لازم يزعل اربعين اسم كلمت معاها كابتن طارق؟ يعني على خفيف كده؟ اه خفيف كده اربعين اسم اربعين اسم يا ابراهيم ما يبقاش فيهم طارق حمد ده افترة افترة وتهريج يا اخي حطه في الاربعين اسم مثلا ايه بس خب بالك وبعدين طارق لن يقبل ما ينفعش يتحط في الاربعين اسم وبعدين يصفيه فيماشي من الاتناشر لأ مفيش كده وانا قلت كده اه لأ يتحط في الاربعين اه ويتاخد في التلاتة وعشرين اللي هتروح بيه مكسر الامر في الغي حد عارف مين هيعيعي هناك ولا لا قدر الله مين يحصل انت واخد خمسة اه اه اخد من اقولك خمسة معهم على التلاتة وعشرين الثمانية وعشرين اه ماشي كافيين جدا بس ما ينفعش يبقى لعيب زيطاري الحامل مش موجود في الثمانية وعشرين او في الثلاتة وعشرين صاحب قوي اه وبعدين اه اه ما تخليش الناس تبقى متحفزالك انت حسن الناس متحفزة طبعا طبعا هو اللي حصل في افشة وشريف في امجولا والجابون والفيلم اللي حصل ده هو مش كان فيه جمهور كبير جدا ضد القصة دي وتهاجم الراجل بشكل كبير ولما جيه طريق حامد برضو هيتهاجم وما زل بيتهاجم بس طب ليه انا بحط النفسي بس كلامنا هنا مش مبني انا 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 اسف ان انا بقول كده بس انا انا بحيبش اقول كده بس هقول كده انا كلامي حتى النهاردة für المقدمة على طرق حامد مش مبني على لون فانل للطرق حامد خالس انا كلامي مبني على طرق حامد ورصيده مع منتخب مصر عشان بس انه نبقى يعني على بينا تمام على شرفت المقدمة بتاعتك شوفتها وكلامي برضو مبني على افشة على رصيده اللي موجود وكلامي على شريف انه مهاجم هدى في الدوري المصري هي ملهاش علقة بلون الفانل هو انا مش دفعت على افشة دلوقتي حصل حصل طارق حامد لو بلعب في كوالا لنبور هقول كده لا انت راجل مدير فني جديد ما انا بقول لك احنا بيتكلم فنيا قيمة اللقع فنيا انا بتكلم بس ان الناس تبقى عارفة القيمة والرصيد اللي الراجل هتفيهم عملوا يعني انت لما استبعد افشا وشريف ما انت برضو اتكلمت نفس الفكرة لما استبعد طارق النهاردة اتكلمت جمد على موضوع طارق فانا انا مش باتكلم كطارق انه هو في نادي الزمالك وانا زمالكاوي انا لا طبعا انا اتكلمت على افشا وشريف موضوع الاهلوية نادي الاهلي لكن انا بتكلم على مصر دلوقتي مش بتكلم على انتمان ماذا الاستفادة اللي هتضيع على المنتخب بالزبط بالزبط انا مش 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 زعلان اه 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 ان ده زمالكاوي استبعد ولا ده انا واحد اهلاو زعلان لا انا زعلان على منتخب بلدي اللي هو ممكن يتأثر بشكل كبير زي ما تأثر في البطولة العربية حسنة كنت اتأثرت مع منتخبات اهلي منك بكتير يا برغيد مش في عدم وجود طريق بس لا في اللعبك اللي حصل طرق اللعب تغيير بعض مراكز اللعيبة التغييرات الخاطئة في بعض الاحيان او مش مبقاش الخاطئة التغييرات الغير مناسبة في بعض الاحيان التشكيل ابدأ بتشكيل وحش وبعدها كرة الخليل ودي الفن بنتنتخب دلوقتي يا عمان غالي يا عمان يعني قدنا بناخد جولة في كل المناصب جولة ايه لا ما ينفعش اقول انا لعيبة ازعى لعيبة بيني لعيبة كلها اصحابي مهمة صعبة انك تبقى مدير فني متخبصة لا طبعا ادي القيمة محمد الشناوي فاوزي صبحي جبل جاد خرج منهم يلا ادي 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 خمسة الشناوي صبحي جبل الشناوي صبحي جبل ماشي كده انت استبعدت اتنين فعندك عشر لعيبة وفي اربعة جوان ولا هم ثلاثة ما تسألنا يعني هم اللي جوان كامل اربعة على ثلاثة مهمة ثلاثة وعشرين فالبديه ثلاثة جوان اه البديه ممكن يبقى ثلاثة وواحد تاخده احتواطة صح كده شباب اه الاحتياطي بتاع الاربعة دول اربعة من الثلاثة وعشرين جاد اربعة من الثلاثة وعشرين اه جاد اربعة من الثلاثة وعشرين يبقى جاد جاد الرابع بتاعه اه ماشي كده يبقى انت كده استبعدت واحد بس ماشي اللي هو فوزي. طيب نكمل بقى. اه هقول لك القائمة وانت استبعد. ايمن اشرف. اه اه فتوح. حجازي. عمر كمان عبدالواحد. السلية. مصطفى فتحي. محمد صلاح. مصطفى محمد. عندك اي اسم? ماشي. بنا لازم اشوف الاماكن التانية. ماشي. هقول لك كله طيب. قفشة. امام عشور. اكرم توفيق. الوينش. النني. مرموش. عبدالله السعيد. مروان حمدي. رمضان صبحي. زيزو. كوكا. براهيم عادل. احمد ياسر رياد. محمود علاء. احمد يسين. هاني. رفعت. عبدالمنعم. محمد حمدي. دونجة. ترزيجي. حمدي فتحي. شريف. مهند لاشين. محمد فتحالة. بيكب. مروان داود. دي عايزة قلم ورقة. واعمل لك الحداشر اللي انا هلعبهم. سهلة بسيطة. والعشرة. بص 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 بص. اه. 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 بص. ماشي. سلام. لأ. عندناش كله جاهز. معلوماتي شغاله هو وعمر. لا 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 كلش عندنا فريق اعداد جامد. عمر اه. مش معلوماتي بس عندنا فريق اعداد جامد. اه. وعمر اه. واخراج وشغل عالي. عمر جبالة. عمر جبالة اه. وعندنا بايومي كمان اه في الاخراج جاهز. صح. تمام. ايه رأيك كده? اه. سهلة ايه بسيطة. ادي خط الدفاع. شيل واقع وحط اللي انت عايزه. خلاص احنا في حراسة المرمع. لا يا مسلا انت بتتكلم فايمن اشرب فتوح. اه. اوكي. حجازي ماشي. عمر كمال يستنى شوية. يستنى. اه. الونش. اه. علاء اه. اه. هاني. هاني اه. هاني بديل اه توفيق. توفيق اه. عمر كمال يستنى شوية. ماشي. مش وحش. ماشي. عمر كمال. حمدي بديل فتوح. اه. حمدي محمد حمدي يستنى برضو شوية. ماروان داود يستنى شوية. فتحل استنى شوية. هدي كده هدي كده اربعة استنوا شوية. اه. 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 هاختار واحد من ياسين او عبنة يم واحد فيهم. يعني. اختار. لان انت بتكلم الونش ومحمود علاء. وآآ. طيب انا انا اسف اصلح اصحح معلومة. فيه فيه لمساك مائس. كابتن طارق خليك معي. اصحح معلومة. تلات حراس قولولي تاني كيا يا شباب. واحد احتياطي. بالضبط كده. تلات حراس واحد. ما قلت لك اربعة حراس. ماشي. يبقى انا زي ما انا كنتم بيقول. اه. ماشي كده. اه. ياسين على الاساس ان ياسين لايب اكتر. هاتماشي عبد المنعم. اه. يبقى ادي كده خمسة. وبكهم. ادي كده ستة. اللي بعده. ادي ستة بس انت صفتهم. ده ما يا. ماشي. صلاة ماشي. اه مصطفى فاتح ماشي. افشا ماشي. امام توافق طبعا. النني طبعا. عبدالله سعيد اوكي. رمضان صبح اوكي. زيزو اوكي. بريمة عادل اوكي. احمد رفعت استنى شوية. نبيل عماد دونجا استنى شوية. لو سليم. ام. لو سليم مية في المية اوكي. ماشي. حمد فاتح اوكي. اه مهند لاشين اوكي. لانك انت محتاج خبط ورازع في نص الملعب كتير. دي كده تمانية. اه. انت عايز كم? انت كده خلقت ثمانية. اه. اتناشر. اتناشر. افضل اربعة. اه. كتير اوكي. محمد صلاح اوكي. مصطفى محمد اوكي. مرموش اوكي. هوكا استنى. اه. كده اسم. ميران حمدي استنى. اه. اه. لأ شريف وياسر انا موجودين. كده عشر. اه. حلوين او ده كفاية او رفا عشرة يعني ما. كفاية. اه. بس انت اغلب اللي انت بايه. شلتوم شلتوم من 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 خط الدفاع. اه. هواخد في الدفاع كتير. اه. هواخد كتير جدا. اه. كامل كامل كام واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر اربعتاشر مدافع. خمستاشر لانه لو قلبت اللي بعدها هات كده. مين اللي بعدها? هيجيب لك اكرم توفيق برضو من هناك. اه بس ضبط. اكرم توفيق. اكرم توفيق. اكرم توفيق. مفروض ان هو محسوب على الدفاع طبعا يعني. لا كتير. خمستاشر. اه. خمستاشر مدافع. انت ماشي منهم بتحقالي ستة. انا? اه. دلوقتي انت ماشيت ستة اه. فيبقى دولة. مش شرط دولة يمشوا بس اش. اي 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 اي. انا بكلام وجهة نظري يعني اللي هي اللي بعمل التيم. اه. بحط العشرة والاحتويات متاحهم. انا حددت اي من اشرف. وشلت الباكين ليفت التانيين ليه? انا انا اشرف هيشتغل مساك وهشتغل باك ليفت. اه. فانا محتاج في الايمة لعيبة تلعب في اكتر المركز. اه. ده يفدي جدا. انت ولا كروش? هو المفوض يبقى ده اختياراته. اه. يعني المفوض كده يبقى ده فكره. سيبك بالاختيارات. ممكن اختلف معاه في الاختيارات. لكن هو فكره كده. ابراهيم بيلعب اه مدافع وباك ليفت. اخد ابراهيم. اه. طارق بيلعب باك ليفت بس باخدش طارق. اه. لان عندي باك ليفت ويلعب مساك. يبقى حللي. اه. يحللي مشكلة. اختيارات المنتخبات كده. قوائم المنتخبات. في الدورات. لازم تبقى الفكر طاعك كده. ان انت بتختار لعيب. بيلعب فاكتور المركز. يعني الحمد فاتحي. مسلا. ممكن يلعب مساك. لعيبة في الاهل ان هو بيلعب ستة. اي. فاهمني? ممكن يلعب اه 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 ديفندر. ممكن يلعب تمانية. لانه ولد بيهاجم. تمانية بوظائف دفعية شوية. وظائف دفعية شوية. برفع عليك. فانت لازم انت بتختار تختار الكوليكشن ده بحيس انك انت يبقى عندك ديفنس. بالاضافة للخمسة اللي هم برة خالص اللي هم مختارينهم في الايمة الكبدال اللي تقدر له. هو اللي انا عايز يسأل السؤال صحيحة. هو انت قلت حاجة في المقدمة. في حالة الكورونا بس. اه. واحد اتعاور مسلا من فاعش حطها المكان. جالوا صليبي مسلا ده قدر لا او جالوا. لا الاصابات العضلية لا. الاصابات العضلية لا. والله. بس ده يعني برضو مش مش فير يعني. ما هو عشرين انت بتغيره وسط البطولة. طيب ويه يعني ما يدي مساحة للناس اشتغل. لا اما انت الاصابات العضلية انت لحد قبل ما البطولة ما تبتدي ممكن تغير. انا مش بتكلم على واحد جاله شد. لا دايما معروف في 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 البطولات الاصابات العضلية لحد قبل ما البطولة ما تبتدي ممكن تبدل. البطولة ابتدت ما مبدلش اصابات عضلية. فهو ادي لك. حالة الكورنا بس. ادي لك الفرصة انك وسط البطولة ما هيش اغلق تغير. تمام. علشان بس اه ظروفك. فهمت فهمت. انا كنت سؤال عن كده بس. اروح لفاصل والنرجع نكمل كلامنا. اه تفضل. افن. يلا بي. رجعنا حضراتكم مرة اه تانية وصلنا مع حضراتكم اه لمرحلة الصبورة. جاهز اه من طريق? الصبورة اه. جاهز كابتل. جاهز. طول عمر جاهز ولا. اعملت الدين انت نهاردة في اه يعني تصريحات جامدة وانا غلبان. لأ. والله هي ما انا غلبان. لأ الحلقة فيها شغل رايح جاي وفي معلومات كتير. بحوش معلومات دي جات من ايه? مش معلومات كتير. انا بحوش معلومات عشان اجا اقولها معاك انت بس مش اكتر. حبيبري يا كابتل درقه في معلومات تانية عايز تقول لنا قبل ما. ايه? في معلومات تانية عايز تقول لنا قبل من اه.audah في حد في التشكيل ما يعني ما في اي حاجة لا علاقة بقى اي حاجة? لا هو شريف شريف ما كانش هيلعب. شريف عارف ان هو هيلعب ماتش الفات ده قابل من ماتش بساعة. او في المحاضرة فماتش كطر? اه. ما كانش هيعارف قبلها? لأ ما كانش هيلعب? هو الوحيد. هو شبادق الماتش. بس هو عارف قبليها بساعة ساعتين كده بالزبط. يا عمي بس خد مني اللي بقولك عليه. ليه? كده. ليه? ليه ايه? انا معرفش ليه بقى يسأل الراجل. اه. بس انا انا. بس ديه معلومة. اه طبعا معلومة. واللعيب لازم يبقى متحضر قبليها. بالتأكيد. اقول لك انا بقى معلومة. ما انا عشان كي قلت لك ان التشكيل. الراجل في اخر التشكيلة ليه في قطر قبل ما انشق قطر ما اتمرنش ثمانينة اساسية. وما اتكلمش مع اللعيبة. شفت بقى. وما قال لهمش مين هيعمل ايه ومين هيالعب ازاي ومين هيعمل كذا 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 كذا. ما انا عندي معلوماتي برضو. زي اللي عندي. زي اللي عندي. زي اللي عندي. معلوماتي انت جبت له الاخلي بس سبعين واحدة اللي ما جبتلوش. لا 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 احنا انا من السبعين دول خلي بالك. هو عتفوض الغدى ديها. عباسة اللي بقول لك اهو. غدد انا معاكم. انا معاكم. ان شاء الله بازدالله. اه يا. لدى شرفنا يا كابتون طرق يا عربي. حبيبي اهي مدل بنور. حبيبي. نروح للصبورة يا لبينا مع الكابتون طرق اياحيا. فاضر يا كابتون. عشان عليك يا رب. استبعاد طرق حامد من المنتخب ليس لسبب فني. نعم ام لا. علمنا الصوت شاشة. هو حيارنا. هو اكيد ليس سبب فني. اكيد يعني. لان هو لو سبب فني يبقى ده زي ما قلت لك تهريج. بقى نعم اللي بعده. علو الصوت شو يا شباب. طرق حامد افضل اه رقم ستة في مصر نعم ام لا? افريقيا. في افريقيا. في افريقيا. في افريقيا. اللي بعده? افشل لن يلعب في كاس الامم لان طريقة لعب ولا تنسل طريقة كيروش. واضح كده. واضح ان هو ما بيعتمدش على رقم عشرة. ورايح في القصة بتاعة اربعة تلات تلاتة تلاتة واعتماد على تلاتة في نص الملعب اللي هم الديفندرز اللي هم ستة كلهم باستثناء السلية مثلا هو تمانية شوية. ظاهريا يعني لكن اعتقد ان هو اه مش لن يلعب ممكن ميلعبش. اللي بعده. لن يلعب دي بتاعة ربنا بقى. ماشي. اللي بعده. انا اتمنى افشل يكون مجوع. اللي بعده. ماروان حمدي من افضل مهاجمين في مصر دعم ام لا? ماروان مهاجم كويس. ولكن اه هو عنده اه اه عنده زي ما تقول ايه? هو خجول اوي. وحي اوي. انا عم قرب يعني. اه. فده ما اثر عليه في الملعب. الكورة مش عايزة كده. الكورة عايزة خرباشة. خرباشة. وشغل وبتاع فهو هو مهاجم كويس. اكيد. اللي بعده? محمد شريف اكتر لعيب مظلوم مع كيروش في المنتخب مصر انها عاملها. طبعا. طبعا? اكيد الولد الولد بيلعب في المكان مش بتاعته. وبيفقد خمسين ستين في المائة من قيمته الفنية في الماتش او في الفرقة. وهو بالتالي بيخسر لعيب يعني نفسيا على الاقل يعني انا ملعب في المكان مش بتاعي. انا بلعب انا متدايق. طبعا صدي متدايق جدا. وما بطلعش كل اللي عندي. ولما بغلط الجمهور بيتحمل عليها. وبالتالي انا نفسيا بخسر اللاعب نفسيا بشكل كبير جدا 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 يعني. ايه اللي بعده? استبعاد حسين فصل من قائمة كاس الامم رغمها ده في البطولة اه العربية منطقي? لا ده لغز. لغز. لغز طبعا كبير انا معرفش السبب ايه لكن انت بتعتمد عليه بشكل كبير في بطولة عربية اه تخيالها ان هو ممكن يكون موجود في الكاس الامم اقل من الاربعين. ماشي. طبعا اه غير ممطقي طبعا. كيروش مكانش مطالب بتحقيق كاس العرب. نعم ام لا? لا طبعا. لا طبعا. لازم يكون مطالب بتحقيق كاس العرب. اللي بعد. احنا مصر يا كابت. كنت مقايد لانضمان مساعدين مصريين لجهاز كارتيرون بالزمالك. اكيد طبعا. اكيد لازم يبقى فيه جهاز مصري لان طبعا. اه 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 وجود الجهاز مصري مهم جدا. وخلي بالك هو ساعد اه المطولة اللي فاتت بتاع الدور العام. الجهاز مصري ساعد مستر كارتيرون بالشكل كبير. ساق اسامة او اه عب عصود. والنهاردة فيه متحة امير اللي اتنين عندهم دراية واشتغلوا مع الفارين قوي كتير وصحاب اللاعيبة وحباب اللاعيبة وبتاع عندهم خبرات كبيرة جدا. اه كان لازم اه اه يبقى فيه جهاز مصري وطبعا الاختيار كان في محله بشكل كبير جدا بالاتنين اللي اختيره يعني. اللي بعده. لو كنت مسؤولا باتحاد الكورة عشان تعرف بس. كنت سأفضل التعاقد مع مدرب وطني? طبعا. نعم. طبعا. وانت قلت اسم. انا قلت حسام حسن. اه الكابتن هسام حسن. اه. اللي بعده. اتمنى فوز القليب السوبر افريقيا على حساب الرجاء? اكيد. اكيد الاهلي بيع بيس مصر. اللي بعده. الاختيارات. اخشى رحيل هذا اللعب عند الزمالك بين شرقي الوينش وصافر. تلاتة. تلاتة لعيبة مهمة جدا. تلاتة لعيبة جمدين ومميزين. جمدين جدا ومميزين. واحد صعب. واحد صعب. اكتر واحد يعني اه مش عايزه يمشي. اكتر واحد علشان المكان بتاعه صعب الوينش. الوينش. المكان بتاعه صعب يعني ما عندناش البدايل. في مصر كلها. لكن اه لكن التلاتة دول مهمين جدا للزمالة. جدا. اللي بعده. افضل من يجيد مركز رقم تمانية في مصر. تمانية. تمانية? تمانية? تمانية. افشة سولاية عبدالله سعيد. بص انا عبدالله سعيد لعيب زكي. زكي جدا. وهو الوحيد اللي اشتغل نمرة تمانية بشكل جيد جدا. دفاع عنه هجوم. دفاع عنه هجوم. كافعة وحاجة يعني محترمة جدا من افضل اللعيبة اللي كانت في مطولة مع فتوح. والوينش الحقيقة الثلاثة اة اه 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 لي كافره محترم من المنتخب العرب ايه. الجداح الايسر في منتخب مصر مش هيخرج عنه. تلزي يمر مش رمضان. تلزي يمر مش ورفعة تلزي يمر وشريف. انت عايز واحدة اه تماما التلاتة اه. هو هو مرموش رمضان. مرموش رمضان. اه. بس الجناح الاقسس شريف انت زلمت وتحدث في الشمال عشان اعمالين ندافع عن الراجل طول النهارة. ماشي ماشي. طول القاعدة. مش هو اللي بيحط الاختراف. ماشي. اللي بعده. طارق وحمد والسليا. طارق والسليا وافشة. طارق والسليا وافشة. او اي سلاسية انت شايفها بقى. طارق واش مش طارق يحي. ماشي. الطارق والسليا وافشة. الماشي اللي بعده. لعب لم يقدم أفضل أداءه مع المنتخب في كاس العرب مصطفى فاتحي ولا مروان حمدي ولا أفشي مقارنة بنفسه لا مش مقارنة بنفسه مقارنة بالتوقيتات اللي بينزل فيها اختيار الأماكن اللي بيلعب فيها التلاتة تظلموا التلاتة تظلموا اه طبعا مش مقدموش أفضل حاجة التلاتة تظلموا اه لا غزبا عن نهر زي ما قلت لك يعني مهران حمدي بتلعبه هونجرايت ساعات بس مهران حمدي يجي فرصته خدها اكتر من الاتنين الافشة ومصافات مهران حمدي على الاقل كل المطشات لعب هارس حظه مع عدم مطش الأخير لكن انا بتكلم على افشة ومصافات حين ماشي اللي بعده تتوقع لمنتخب مصر في كاس الامم الفوز باللقب الوصول للنهائي الوصول للمربح انا اتمنى الفوز باللقب لكن اتوقع الوصول للنهائي ان شاء الله اللي بعده مهاجمين المنتخب في كاس الامم حلوة الدعوة الاخيرة دي ولا خلينا حلوة والله يا جميل جدا الساتر حلو مهاجمين المنتخب في كاس الامم بالترتيب مصطفى شريف كوكا مصطفى شريف فريان مصطفى وماروان وشريف انت مهاجمين ايه انت عايز السريكر يعني اه 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 انا اخترت التلاتة اخترت المصطفى وشريف وريان ماشي اللي بعده لان انا محطش كوكا اساسا في ماشي منتخب بتتمنى مواجهته في تصفيات المنديال الجزائر تونس المغرب تونس تونس وطبعا التلاتة اواجه اي حد انا مصر بس تتكلم انك انت يعني خدت رأيي فقول تونس ماشي افضل لعب في المنتخب بكاس العرب بالسولاية فتحي اه السولاية فتوح رفعت فتوح طبعا عشان زمالك الفتوح من افضل اللي عيبة في السولاية بذل موجود كبير جدا حقيقة ورفعت عمل حاجات كويسة بس فتوح يعني كان مستوى ثابت بشت كبير جدا يعني اللي بعده لاعب كان يستحق التواجد ضمن او ضمن قوان منتخب مصر اوباما الشحات فتحة اه اوباما اوباما طبعا اوباما كان لازم اه يختار من ضمن اللعيبة اللي اختيرت لان امر عشرة وبيبقى ان الراجل منعبش بعشرة يعني فمش هيسمع لكلامنا بس انا اوباما لو انا بقى ماسك هدم اوباما اللي بعده الزمالك هزا الموسم سيتواج بدور ابطال افريقة دور المصري كاس مصر كاس مصرا هنهون القديم او الجديد انا مش عارف افي كاس الرابطة كمان اخب بالها لا والله افي كاس الرابطة وقت بتوبطوا اماما فقاية احنا لعبنا كاس مصر بتاع السالفات لما ازعب لا لا كم مننا فعل لا طبعا اتمنى الزمالك يتواج بكل هذه البطولات الزمالك فريق كبير وقدر على تتويج هذه البطولات لكن انا بشوف دايما ان دور الابطال هو الكريزة كريزة بممناية بتاعت البطولات لان دي بطولة بتقاهلك لكاس العالم مش بتاخد دوري وخلاص تاخد بطولة وتقاهلك لكاس العالم الاندي فانا اتمنى دور الابطال بالشكل الجديد لبعض افضل مباراة اقنع فيها كيروش الناس مع منتقب مصر مباراة الجزائر واحد واحد ليبيا ثلاثة صفة السودان ثلاثة صفة انا شايف ان الاداء بتاع مباراة ليبيا الهناك ايو بسيارة ثلاثة ايو ثلاثة ايو الاداء الحقيقيقة للمنتخب يعني بعدو صبورة دا سيب عن نهارده دي الأخيرة الأقرب للاستبعاد من القايمة النهائية رفعة شريف مصطفى فاتحة محد من الت Lehaz Mission الاقرب من الاستبعاد القايمة الي هي 28 لا القايمة 23 ال 23 اه 23 يمكن يبقى احتياطى يعني هل شايف مين المحد يبقى حكاياطى ممكن يبقى رفعة ومستقى فاتحة. رفعة ومستقى فاتحة. اه الاتنين اه في الخيمة الخامسة. ممكن. لو ما اتخذوش بقى في. كابتن طري انا بشكرك شكرا جزيلا. حلقة دسمة. وصاحب وجهة نظر وعندك ساعة تصدر دايما اللي ما اخشفه. حبيبي ربنا اخليك انا اللي كنت سعيد بجودي معك دايما ربي يعني. بنا اخليك حبيبي. شرف عظيم لينا. الشرف ليه باشي. بنا اخليك. بنا اخليك حبيبي. دي كانت حلقتنا النهاردة باشكح لكم شكرا جزيلا باشكح لعمل بالكامل. نشوفكم بكرة ان شاء الله بازن الله في نفس المعات تسباح لالف خير. سلام عليكم. اصر راح بيختم في العالم. اه صح. شوف. اه بزي.